مهللين ومكبرين بدأ ضيوف الرحمن بعد غروب الشمس بالتوجه إلى مشعر مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم من شعائر الحج في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج وتنوعت جنسياتهم واختلفت لغاتهم والسنتهم غير أن قلوبهم توحدت مجتمعا على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته وقد بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة أحاطت طرق المركبات ودروب المشاه لتنظيمهم حسب خطط تسعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم حيث طمأن رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عماد الجميع على سلامة حجاج الكويت مؤكدا أن أوضاعهم مطمئنة ويتمتعون بصحة جيدة بعد أن وصلوا إلى مشعر عرفات بسلامة مبينا أن جميع فرق البحث تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق على الحملات للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلام المتفق عليها بهدف تقديم أفضل الخدمات للضيوف الرحمن ويؤدي حجاج بيت الله عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلتقط بعدها الجمرات للمبيت في مزدلفة ثم يتوجهون إلى مينة بعد صلاة فجر يوم النحر والذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي لتنتظرهم قبلتهم في المسجد الحرام بكسائها الجديدة